نحن 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 التي تصرف أموال الإيرانيين على طموحات توسيع امبراطوريتها خارجيا أعلنت إيران مؤخرا عن موازنة العام المالي 2018 بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 340 مليار دولار وتشمل الموازنة تعزيز الإيرادات عبر رفع أسعار الوقود بنسب تصل إلى 50% ورفع الدعم عن العائلات الفقيرة بنسب متفاوتة وهو ما كان دافع لخروج الإيرانيين للتظاهر في المقابل يقع الجزء الأكبر من ميزانية الدولة تحت سيطرة كيانات الدولة العميقة بكل مؤسساتها التابعة للمرشد الأعلى وشركات الحرس الثوري الإيراني حيث تشفت الأرقام أنه يتم تحويل نحو 90% من المؤسسات والمشاريع الحكومية إلى شركات ومشاريع تابعة للمرشد الأعلى والحرس الثوري الإيراني رفيد ياسين العربية